طيب معنا تفاصيل أكتر من الدكتور شام عمران اللي موجود معنا دلوقتي عبر الهاتف الصباح الخير على حضرتك أهلا بيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم مبروك أول حاجة بنبارك لك على الفوز بالجائزة ويعني دايما كده بنحب إن إحنا نسلط الضوء على يمكن المصريين اللي بيفوزوا دايما بالجواز عالمية عشان يدوا زي انسبريشن كده أو إلهام لناس تانية يمكن بتفرجوا علينا دلوقتي حابين توضح لنا البحث والمجال اللي حضرتك كسبتوا من خلاله جائزة اليوناسكو طيب بسم الله الرحمن الرحيم ممكن يعني انبسط الموضوع للسالة المستمعين احنا عارفين أي جهاز بنستخدمه سواء جهاز إلكتروني زي الموبايل أو اللابتوب أو حتى الأجهزة تانية بيبغى السالة والدلاجة والعربية كلها دلوقتي تاخله من بوردة إلكترونية بوردة كده لونها أخضر والبوردة دي بيبقى عليها مربعات سودة مربعات السودة دي هي اللي احنا بمسميها الدوير المتكاملة أو رقائق السيليكون أو بالانجليزي السيمي كوندكتور أو السيليكون شيبس دي دي الشيبس اللي كان فيها مشكلة الفترة اللي فاتت في إنتاجها أيها بالضبط تلك دي اللي كانت عاملة قلقة على مستوى العالم وكانت أدت لراقف مصانع كتيرة جدا منها مصانع عربيات عملاقة بسبب أن العربية كلها وقفة على سيمي كوندكتور شيبس ممكن يكون تعليها بسيط جدا يعني عشر أو عشرين دولار بس موقفة مصنع كامل وموقفة إنتاج بملايين ومليارات الكلمة سيمي كوندكتور أو أجبار موصلات لأن المواد اللي بنصنع منها الدوير المتكاملة بتكون ولا هي موصلة زي مثلا النحاس والألمونيوم والمعدن بصفة عامة ولا هي عزلة للكهرباء زي الخشف مثلا والإزاز لا يبقى لها قدرة توصيل مختلفة عن العوازل ومختلفة عن الموصلات فبنسميها أشباه الموصلات أو سيمي كوندكتور عشان كده بنسمي الصناعة دي بصفة عامة صناعة سيمي كوندكتور أو صناعة أشباه الموصلات الأبحاث بتاعتي الحمد لله كتبتتركز في كيفية أتمتة تصميم أتمتت يعني نخلي العملية عملية أوتوماتيكية أوتوماتيكية بتتم عن طريق برمجيات كمبيوتر فزي يبقى فيها أتمتة لتصميم أجزاء معينة من الدوير المتكاملة كانت تصميمها في الصرق العادية التقليبية بيستبرق وقت طويل ومجهود كبير وخبرة عالية فزي نحن نقلل الوقت ده ونقلل التكلفة نخلي برمجيات كمبيوتر تساعدنا في عملية التصميم عشان نوصل لكفاءة أعلى في الدوير المتكاملة بتاعتنا وده مع وقت أقل وتكلفة أقل ووصلنا لده فعلا وتم الفوز بجائزة الفوزان الدولية التابعة للمنسك طبعا يعني الفوز بالجائزة ده يعني رقم واحد توفيق من ربنا سبحانه وتعالى لأن نظام حقيقي عارف أي جائزة من جوائزة الدولية بيكون فيها عدد كبير جدا من المتقدمين ولجنة التحكيم وضحت أن اختيار الفوزين طبعا كان عملية بلغة في الصعوبة وكان فيه متقدمين كتير أو مرشحين في الحياة كتير متميزين فده الحمد لله يعني فضل من ربنا ويمكن برضو من الحاجات اللي كانت ساعدت ملفة البرشيح أن اللجنة التحكيم ما كانتش فقط بتدور على أبحاث كانت برضو بتدور على أبحاث يكون لها تطبيق تطبيق في الواقع يخدم الصناعة ويخدم المجتمع ويكون فيه برضو مساهمة في نشر العلم بالنسبة للأجيال القادمة بحيث أنه إحنا يبقى عندنا تواجر في مجالات التكنولوجية والصناعية المختلفة فبوحنا لما حنعمل الأجماتة دي يا دكتور إحنا كده هل إحنا حنساعد على سبيل مثال في حل أزمة أشباه الموصلات الموجودة على ما فيما يتعلق لما أنا عملتها شكل أوتوماتيكي هل أنا مش هحتاج أعمل الهاردوير بما أن هي بقت سوفتوير لا طبعا هو الأزمة اللي كانت موجودة في العالم كانت أزمة تصنيع أزمة تصنيع الهاردوير نفسه تصنيع عشباه الموصلات العملية مكلفة جدا عشان تنشئ مصنع يصنع عشباه الموصلات يحتاج استثمارات لمليارات الدولارات ومحتاجة معادن مش سهل تلاقيه معادن مش هي المشكلة قد ما الخبرات والتكنولوجيا في الحقيقة بتكون هي المشكلة ودي حاجة بتتسرع عليها دلوقتي الدول على مستوى العالم يعني أسطين مع أمريكا مع أوروبا هم حالياً بيتسرعون هم عادين يوطنوا استماعها دي تبقى موجودة عندهم وإحنا طبعاً قدرتنا على الاحتراق في الأصناع زي دي حيبى عملية صعبة جدا لكن الحاجة اللي احنا نقدر نحنا نساهم فيها كبلادنا ما عندناش قدرة على عمل استثمارات ضخمة هي التصميم والأتماثل التصميم والأتماثل مش محتاج انك تعمل مصنع بمليارات بس محتاج بعندك عقول متعلمة العقول المتعلمة دي ممكن بإذن الله إن هي تقدر تعمل تصميمات أو تعمل برمجيات تنافس التصميمات والبرمجيات اللي موجودة في الدول المتقدمة وعلى مستوى العالم والحمد لله يعني في كده شركة في مصر نجحوا الحمد لله في المجال ده وبقى عندنا في الحقيقة صناعة حالياً في تصميم الدوية المتكاملة موجودة بقى لها مش النهاردة موجودة بقى لها حوالي 30 سنة بدأت كبذرة ناشئة من بعض أعضاء هيئة التدريس في الجماعات الكبرى زي جامعة عام شمس وجامعة القاهرة والحمد لله وصلت دلوقتي لأن هناك منتجات فعلاً بتخرج من الشركات المصرية وتصميمات تخرج من الشركات المصرية وتستعمل على مستوى العالم من شركات أجنبية وعملاقة هل كان في بعض من الشركات العالمية مثلاً حاولت تتواصل مع حضرتك بطريقة مباشرة عشان اللي أنا فاهمي أنه لغاية النهاردة لسه في مشكلة في تصناع هذه الشيبس يعني لسه بعض الدول عندها استحواز أكتر على الصناعة دي فمش بتطلع ده لدول تانية فهل كان في نوع من أنواع التواصل معك بشكل شخصي مباشر عشان تقوم يمكن تزودهم بأبحاثك أو تصميماتك هو طبعاً زي ما قلت لحضرتك موضوع التصنيع هو موضوع بعيد عننا شوية أبحاث أو تصميمات مش تصنيع بصعب اللي احنا مركزين فيه لجزء خليني أقول بعض الشركات العالمية لو فيه وفيه الحمد لله يعني فيه شركة في مصر بدء أن هي تسوق الموضوع يعني حاولنا الحمد لله الأبحاث دي إلى منتج والمنتج ده الحمد لله بيض مصر هنا وبدأنا أن احنا نسوقهم شركات أجنبية والحمد لله فيه شركات أجنبية بدأت النهاية تستعمله مش أن احنا نبيع الأبحاث لا احنا في مصر نقدر أن احنا نعمل منتج ونسوق المنتج ده مباشرة للشركات الأجنبية بإذن الله هم هنقدر نلاقي الكوادر دي المشكلة ولا ما هي دي بقى الحمد لله الحاجة اللي ربنا وفعنا ليها ودي كانت برضو من أسباب اختيار الجائزة التوفية ربنا ما هي يعني في الجائزة لجنة التحكيم مش مجرد يدوروا على الأبحاث يدوروا على بناء الكوادر ودي الحمد لله حاجة احنا اشتغلين فيها بقالنا يعني خمس أو ست سنين بالذات بتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات اللي هو التابع لوزارة الاتصالات إزاي ان احنا نسد الفجوة ما بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل ونعمل برامج تدريبية متخصصة تخلي الشباب متخرج وهو عنده المهارات والكفاءات اللي السوق العمل محتاجها بحيث ان احنا نقدر ان احنا ننمي الصناعة دي في مصر بإذن الله ودي حاجة احنا اشتغلنا عليها عملنا دورات تدريبية كتير بالتعاون معها التكنولوجيا المعلومات عشان نأهل الشباب في مجال تصميم الدوائر المتكملة التنظرية وتصميم الدوائر المتكملة الرقمية وكمان جات فترة كورونا حولنا تدريبات دي الى اه اه اون لاين ترينيج فبعت اكسيسابل من كل الناس في مصر وكمان الناس من الدول العربية فالحمد الله حق انا انتشار كبير واذا نوصل للخلطة اللي هم موجودين في المحافظات الباقية اللي ممكن من يكونش عندهم اعضاء اي التدريس متخصصين في المجال ده فدي الحمد الله كانت من النقطة الايجابية والفريدة في العلف الترشيح الحمد الله حلوة جدا يعني مهمة قوي النقطة احب طبعا ان حضرتك لو كان فيه اي حاجة انه لو في حد عنده فكرة معينة او في هذا المجال بالتحديد دي يعرف يتواصل معك يا ريت تقول لنا لكن حاب اعرف برضو منك المنافسين او ابرز المنافسين في المسابقة من الدول التانية كانوا مين ومين اللي حصلت الجيسة مع حضرتك من الدول الاخرى هو طبعا اللجنة التحكيم مش بتفسح عن المتقدمين او المرشحين للجيسة لكن هي الفكرة الجيسة ان هم كانوا بيختاروا واحد فقط من كل منطقة من مناطق اليونسكو الخمسة يعني ملظمة اليونسكو بتقسم العلم لخمس مناطق الدول العربية تعتبر منطقة افريقيا منطقة فلو انت فست من منطقة الدول العربية خلاص يعني دي الممطقة اللي انت فست منها مفيش دولة العربية تانية بالضرط طب استكمالا لقصة ان احنا نعمل ده حياخد وقت قد ايه يا بشمهانس انا بقول لحضرتك الحمد لله الصناعة عندنا موجودة بس هي لسه ما وصلتش لدرجة الرياضة احنا نبقى مركز فعلا لصناعة وتصميم الالكترونيات الصناعة موجودة بقالها 30 سنة بتكبر شوية شوية اكيد محتاجها دعم طبع دعم من الحكومة دعم من رجال الاعمال بس عشان نعمل الاتمتة اللي حضرتك قلت علينا احنا نقلل اشباه دي اوتوماتيكية بالشكل اللي حرج بتتكلم فيه اكيد محتاجها وقت يعني محتاجها سنتين ثلاثة خمسة تأديرك الشخص المشروع 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 البحثي بتاعنا اللي هو تحول الحمد لله الى منتج طبعا بنتمين تم تطويره احنا بقالنا شغالين فيه ذاتي يعني اربع اخامس سنين ولسه طبعا زي اي حاجة علمية التطوير فيها ما بينتهيش اكيد يعني العلم ملوش نهاية بح ملوش احنا سعداء بك يا أستاذ بشباند سيشام عمران الفائز بجازة مسبقة منظمة اليونسكو الفوزان الدولار يعني بنشكرك على طبعا هذه المدخلة وبنتمنى لك التوفيق في اللي جاي واحنا متابعينك وبندعمك واكيد هتلاقي الدعم من اكيد رجال اعمال او كمان مؤسسات معنية بهذا المجال صح